فروا من رصاصة قناس تنال منهم أو برميل متفجر يقطعهم لأشلاء ليجدوا أنفسهم في مأزق ليس بأقل قصوة يصل لمقتل بعضهم وإصابة آخرين باختصار هذا هو حال السوريين الذين يدخلون إلى تركيا بعيدا عن البوابات الرئيسية 14 مدنيا قتلوا برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم العبور إليها من منطقة حارم بريف إدلب حصيلة يضاف إليها مقتل ثلاثة مدنيين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة على يد قوات الجندرمة فيما يؤكد ناشطون سوريون أن مصير 14 آخرين كانوا معهم ويحاولون اجتياز الحدود من محيط قرية أبو جردي لا يزال مشهولا وعلى سبيل المثال للحصر نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حول تكرار تلك الحوادث في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق الحدود ما اعتبرته المنظمة الحقوقية خطأ يعرض حياة المدنيين للخطر مطالبة السلطات بالتحقيق في استخدام الحرس القوة المفرطة ضد المدنيين المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي حمل عنوان حرس الحدود التركي يقتل ويصيب طالبي لجوء على ضحايا وشهود سوريين تعرضوا للعنف موضحة أن شهري آذار ونيسان الماضيين شهد حالات عنف قتل على إثرها العشرات بينهم أطفال وأصيب مثلهم بجروح خطرة تجديد السلطات التركية إجراءاتها على الحدود مع سوريا وعدم السماح إلا للحالات الإنسانية وفي حالات خاصة فقط بالعبور إلى جانب فرض تأشيرات دخول على كل راغب بالدخول إلى أراضيها يعكس حالة من التغيير في السياسة التركية التي كانت معتمدة تنطلة السنوات الماضية فيما يتعلق باللاجئين سيما بعد الاتفاق التركي الأوروبي الذي أبرم حول قضية اللاجئين